تاريخ الخامس من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للمعلم بهدف التركيز على احترام وتقدير المعلمين في العالم وتسليط الضوء حول القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس جاء هذا اليوم تخليدا لذكرى التوصية المشتركة التي صدرت عن منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم والتي تعرف اختصارا باسم اليونسكو في عام 1966 وكانت تلك التوصية تتناول أوضاع المعلمين وتختلف طريقة الاحتفالات بهذا اليوم ويعد هذا اليوم إجازة رسمية في معظم دول العالم كما تقام في بعض الأحيان مهرجنات احتفاء بالمعلمين وتتم تزيين المدارس وتقديم الهدايا للمعلمين وغير ذلك ويعود مع هذا اليوم التذكير بقضايا المعلم في المجتمع العربي الذي يعاني من سياسة التمييز الإسرائيلي في الرواتب والسلم الوظفي وغيرها من الأمور التي تؤثر سلبا على أداء المعلم العربي المهمش في البلاد منتظرا توفير بيئة آمنة له فيها حقوق متساوية مع نظرائه من المعلمين اليهود الاحتفال باليوم العالمي للمعلم ما هو إلا اعتراف بالمساهمات والإنجازات التي يقدمها المعلمون من أجل التعليم والتنمية واحتفاءا بيوم عيد المعلم العالمي في كل عام يتم اتخاذ شعار يوم المعلم العالمية ويعبر ذلك الشعار عن مكانة المعلم التي يحظى بها بين الناس وعن الشكر والامتنان لجهود المعلمين في جميع أنحاء العالم على ما يبذلونه في سبيل تربية أجيال جديدة كل عام وسوف يكون شعار يوم المعلم لعام 2022 هو رسول العلم شكرا حسب ما تدولته منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو وينتظر المعلمون هذا اليوم بفارغ الصبر للتعبير عن افتخارهم ولينالوا التقدير الذي يستحقونه من الجميع ولكن في بعض الدول لا يكون يوم المعلم في هذا التاريخ شكرا شكرا